أدعو الأخ الكريم الأستاذ الدكتور عمار جاسم عمار جاسم مسلم حسين أستاذ التربية البدنية وعلوم الرياضة أشرف على عدد من الرسال والأطاريح الجامعية وله مؤلفات وبحوث ومؤتمرات وندوات وبحثه طريف أهلا وسهلا به فأدعوه إلى يعني فلإن للسامع نشاطا بسم الله تزيد تخيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل بيته طيبين طهرين أبتدع حديثي بتحية الإسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقي على مسامعكم ملخص لبحثي الموسوم شواهد من بعض أحاديث الإمام الصادق عليه السلام وآثارها في التنمية البشرية المستدامة كما معروفنا كالكثير من الموارد الطبيعية التي سخرها الله إلى الإنسان لتوفير المناخ المناسب لإستمرار الحياة ولكي يتمكن من البناء والتقدم الإنساني والحضاري وهذا يتطلب تنشئته تنشئ ذلك الإنسان وأعداده للمحافظة على هذه الموارد وتعظيمها وهذا ما يطلق عليه التنمية البشرية المستدامة والتي تعرف بأنها العمل على إلقاء الأنظمة الحيوية في البيئة متنوعة ومنتجة ويجب حفظها إلى الأجيال لذا يجب تهيئة مجموعة من القواعد الأساسية لتحقيق هذا الأمر ومن أهم تلك القواعد هو الاهتمام بقطاع التعليم ومحاربة الأمية والفقه وإعطاء فرص متكافئة للجميع فأن ذلك يوقظ لقدرات العقلية التي تكسب الوعي ويمنح الفرص للمحافظة على الموارد الطبيعية ثانيا الاهتمام بقطاع الصحة الذي يعد أحد المعايير الأساسية التي تبين تقدم البلدان ويمنح السلامة الصحية بجوانبها النفسية والوظيفية والجسدية وهو يمكن الفرد من الأداء لواجباته ومهاراته وتكيفه مع المحيط الخارجي ثالثا عداد واختيار الإدارات الكفوة القادرة على التأثير بالآخرين والقادرة على التخطيط العلمي والتنبؤ بالمستقبل وهو الذي يضمن التنمية البشرية المستدامة رابعا تفعيل القضاء والرقابة ولذلك من هذه المقدمة يرى الباحث ما هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة في هذا البحث الذي دفع الباحث للكتابة في هذا الموضوع السؤال ما هي القواعد الأساسية التي تمكن الإنسان بالتكيف مع المحيط الخارجي مع توظيف مواردها وتعظيمها وما هي النصوص الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام التي تجيب على هذا التساؤل ولبيان بعض أو جزء من المشكلة التي يجيب عليها التساؤل اليوم إن إدارات الدول لا سيما اللي هي في محيطنا العربية تشارك في استنزاف الموارد الطبيعية وضياء تلك الموارد ولا توجد لديها الخطط للحفاظ على تلك الموارد للأجيال كما لا تتلك خطط للتنمية البشرية لمجتمعاتها وأفضل دليل على ضياء أبنائها لا سيما فئة الشباب في ظل هذا التقدم العلمي والتكنولوجي للدول الغربية والذي يواكبه تردي في القيام الأخلاقية نجد أبنائنا يتبنون كل ما يصدر من تلك الدول من آراء أو أفكار دون إعطاء الفرصة للتحقق منها بل يضع نفسه حق للتجارب لتلك البرامج والأفكار ولذا يعتقد بعض الشباب وكذلك جزء من الأكاديميين والمهتمين في هذا الموضوع أن التنمية البشرية المستدامة أن التنمية البشرية المستدامة هو مصطلح حديث وهو نتاج للمؤسسات العلمية الغربية وهو ربما يكون غائبا عن علوم أهل البيت في حين هذا دليل على عدم الفهم والوعي الكافي ومن هنا يرى الباحث لتحقيق ذلك تحقيق تحل المشكلة تحقيق وضع بعض الأهداف منها أولا تسليط الضوء على النصوص الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام التي تحدد الأسسة التي تتحقق من خلالها التنمية البشرية المستدامة ثانيا نشر علوم أهل البيت عليهم السلام ولتحقيق تلك الأهداف التي تم ذكرها رأى الباحث بعد ما تم عرض عدد من النصوص الواردة فيها التي تحمل في طياتها وصول التنمية البشرية المستدامة وتم تصنيفها إلى محاور ومطالب وثم تقام بتحليلها ومن بين تلك المحاور حتى ما آخر من الوقت عدة محاور منها رعاية التعليم، الصحة النفسية، السلام الصحية، السلام المجتمعية، القضاء والرقابة وغيرها المحور الذي ودت أنا تحدث فيه المحور الأول هو رعاية التعليم إن النداء الأول القادم من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو حث أبناء الأمة على التعلم بصورة العلق لأنه السبيل في المعرفة واكتساب الوعي وإدراك الزمان وما يدور حولهم فهو عملية التحصين من التلوث بالأفكار المنحرفة التي تجرد الإنسان من هويته ومن إنسانيته ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا المضمار العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس فالتعلم هو المضاد البيولوجي لتلك الأفكار المنحرفة ولذا يجب السعي في تطوير المناهج بشكل يتوافق مع حاجة السوق وحاجة المجتمع وتطور الحادث وبذلك تعد عملية التعليم هي أحد الأركان الأساسية التي تعتمد عليها التنمية البشرية المستدامة ومنها قول الإمام الصادق عليه السلام عالم أفضل من ألف عابد وألف زاهد السبب يرجع لأن المرحلة التي عاشها الإمام الصادق عليه السلام مرحلة مليئة بصراعات بالأفكار وبالتالي كان يدعو إلى عملية والحيث على التعلم المحور الثاني المحور الثاني السلام المجتمعي أن ارتفاع مستوى خطاب الكراهية والأحقاد وتوارثه وتوارث الاقتتال ربما يكون داخليا أو خارجيا والصراعات الحروب تحدث لأسباب متعددة وهي الجزء من نتاجاتها لتلك الحروب هو الفقر والبطالة وتفشي العدائية وظلم الجهل وتوقف أغلب المؤسسات لا سيما الخدمية وقطاع التعليم والطراب قطاع الرعاية الصحية وخفاض تجارة ونزوح السكان وغيرها ولذلك يحث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا كذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام إياكم والخصومة فإنها تشغل القلب وتورث النفاق وتكسب الضغاء وما يشار في هذا الحديث الشريف والنص إن الخصومة تتوارث من الآباء إلى الأبناء وبالمقابل كما يضح الآخرين للاقتتال يجب أن يضح الآخرين لرعاية السلام والدفاع عنه ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل إذا رأيت بين إثنين من شعتنا منازعة فافتديها من مالي وهناك محاور كثيرة من هذا المجال ولكن أود أن أخرج بيخطي ملخص لموضوعي وهو إن الاستدامة التي تطرحها لأفكار في المدارس الغربية والأوروبية هي متشابهة ربما بالعناوين مع الشرع الإسلامي مع الدين الإسلامي ولكن تختلف في التطبيق وبعض المحاور مثلا على سبيل المثال إن النمو المالي والنمو الموارد وتعظيمها في المؤسسات الرئيس المالية والاشتراكية لا تعني كيف تجبل أموال وكيف تجمع ومنها توجد فيها جمع الأموال بطريقة ربوية وهذا لا يحدث بالتنمية البشرية المستدامة لتعزيز الأموال ومواردها في جانب دين الإسلامي بل بالعكس أن المدارس الغربية وتبني عمليات الإنفاق تقابلها عمليات نقص أمامها يعني كل ما ينفق من الموارد فيها نقص أمامها في الدين الإسلامي لا بالعكس أنه الإنفاق كالزكاة هو فيها نمو الأموال ثالثا أن العمليات الربوية في عمليات الاقتصاد يقابلها الاقتصاد الإخلاقي بجانب الدين الإسلامي رابعا عمليات التعلم لا تهتم بعملية التغذية لا تهتم عملية الكسب لا تهتم بعملية اختيار الزوجة الصالحة إنما في الدين الإسلامي أول عملية للتعلم هي اختيار المرأة الصالحة وثانيا عملية كيفية تغذية الطفل وهو ما يتحدث فيها أمير المؤمنين يقول توقع العفو لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع فهو يورد الأمراض الفكرية الأمراض النفسية أنا أخيرا أتمنى الشكر لجنابكم شكرا جزيلا لجناب الدكتور الكريم الأستاذ الدكتور عمار جاسم مسلم حسين على بحثه وأدعو له بالتوفيق وفضل جناب الشيخ أولا للتدافل معه العفو وين الشباب بالنسبة للي بخدمتك وصل إليك لاقط الصوت بسم الله الرحمن الرحيم والأستاذ الفاضل الدكتور عمار جاسم حقيقة أنا أعضد رأيك فيما تعلق بسلبية التنمية البشري في الغرب لأن في الواقع التنمية البشرية نحن نختلف تماما كطبيعة ما أقول كبشر وإنما كطبيعة إسلامية عن الغرب الغرب ما عدا محددات إخلاقية مثل ما تفضلت في تعامل الربوي فجزة الحقيقة هذه ملاحظة جدا منكم زاكر الله خجزة ولكن أنا إذا تسمحني أريد أن أضيف البحثكم أقيم أنه تفضلت بما يتعلق بتنمية البشرية أنه الإمام الصادق عنده حديث إذا تسمحني أضيفها لحديثك أنه عالم أو ظن من ألف عابد الإمام حقيقة عنده قوة راعى جدا من تساوي يوما فو مغبون هذا جدا حديث راعي فيما تعلق بتنمية الإنسان المؤمن للنفس جزاكم الله أحسنتم جزاكم الله خير الفضل جناب الشيخ ثم حضرتك لكم الشيخنا الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أشكر جناب الباحث جزاكم الله خير قيثر جاسم طالب علم نجف الأشرف حياك تفضل جناب الباحث جزاها الله خير في المحور الأول في تفضيل العلم قال أنه رؤية عن الإمام سلام الله عليه على أن العلم أفضل من كذا زاهد وكذا عابد وزاد النغر مصوتي بكلمتي زاهد وعابد سؤال الجناب الباحث ماذا يفهم من كلمة العالم هنا تفضيل العالم على كذا زاهد أو عابد ماذا يفهم من كلمة العالم أزاكم الله خير شكرا جزيلا هناك حديثي من الشريف ولا أنا لا أتحدث في حضر جناب الشيخ لكن يقولون الزاهد والعابد ينجو بنفسه أما العالم ينجو معه الناس هذا الفرق العالم العالم هو الذي ينجو معه الناس بالتعلم هو الذي يضع الطريق السليم والذي يمنح الأفكار السليمة ويبعد الأفكار من حرفة هذا العالم شكرا جزيلا فضله جزيلا أفوا بظني وأنا أقلكم علما وبضاعة أن تمت إشكالية منهجية كبرى في التعامل مع المصطلحات والمناهج الغربية وكأننا نسلم بها ثم نعرض ما لدينا من تراث عليها وهذا معكوس ينبغي أن نفصل وأن نوازن ممكن أن تكون هناك موازنة بين المنهج الحديث وبين القديم وهنا أقول لدينا مصطلح الاصطناع واصطناعتك لنفسي ومصطلح التزكية وموظومة كاملة في بناء الإنسان تختلف عن التنمية البشرية التي أراها قاصرة من جوانب كثيرة وشكرا جزيلا يعني شكرا جزيلا جناب الدكتور وطبعا هذا موضوع إذا أذن لي جناب الدكتور الله يطول عمره هو موضوع إشكالي يعني إحنا إذا أردنا أن نتعالج نتعالج بالليزر وإذا تحدثنا عن المصطلح يعني شوية ننظر إليه شزرا نسأله يعني يجب أن نتعامل بشيء من أتفضل الدكتور هذا يعني مع الدكتور نعم لا هو المفروض من تعالج قضية يجب أن تدين الشخص من فمه هذا المصطلح أو جتة المؤسسات الغربية يجب أن يبين الفئات العاملة بهذا بمجال التعلم أن هذا المصطلح هو مصطلح موجود سابقا في علوم أهل البيت الموجود المفهوم وليس المصطلح نعم صح المفهوم أحسنت أرجو أن المتداخل الكريم يعرف بنفسه ثم يتفضل بسم الله الرحمن الرحيم فأشكر شيء وإستشار الأيمين عامل في العتب العباسي المخدس أول شيء أشكر الأستاذ يعني الدكتور على الطرح هذا يعني إحنا بحاجة إلى موضوع السلام المجتمعية والصحة المجتمعية لأنها ضرورة أصبحت للمجتمع لكن مع الأسف يعني إحنا ثقافتنا قليلة به الموضوع فأشكرك أن أثرت هذا الموضوع وتعليق بصير على الموضوع الزاهد والعالم الإمام جحفر صادق عليه السلام كان في المدينة وهو زاهد وهو عالم وكان كثير منزهات في المدينة من يعرفهم؟ نحن يعرف جحفر صادق لأنه كان عالم ولذلك العالم له مكان عند الله وعند المجتمع فلا بأس أن يكون إنسان عائما وزاهدا والعالم هو مثل ما تفضلته يفيد المجتمع ويفيد نفسه شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا نحن ننظر فيك فضلوا جناب الأستاذة عند الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للأستاذ لأنه تناول موضوع جدا حيوي وحاليا هذا الموضوع صراحة يأثر على أغلب شباب الجيل الحالي الشعب العراقي وخصوصا موضوع التنمية البشرية أنا هبع عبدالهاد السلطاني مدربة تطوير شخصي وأحاول هذه الفترة أنه أفصل المصطلحات الغربية وأبين للشباب أن هذه المصطلحات هي ضارة أكثر مما هي نافعة إذا لم تعرض على مصطلحات مثهبنا ومصطلحات اللي تكون دقيقة أكثر وتشمل هذه المنظومة الأخلاقية اللي من خلالها نقدر ننطلق انطلاقة حقيقية وصحيحة وأنا من خلال تواجد الأخوة الطيبين الشيوخ السادة الباحثين أرجو ورغبة منهم جميعا أن يوفرون بيئة للباحثين لتقويم هذه المصطلحات وأظهار مصطلحات تنموية حقيقية لأن هذه الحرب الحالية التي نشهتها حاليا هي حرب مصطلحات حرب مصطلح ويبدأ الشرح عليه والشرح قاصر لأن المصطلحات الغربية مثل ما تفضلتوا تكون قاصرة ولا تشمل هذا هذا الثراء الفكري لأهل البيت عليهم السلام وشكرا جزيلا لكم والحسن استماعكم الوقت الذي يتم بهذه المواعظ والوصايا والنصوص لا يوجد بمساحة كافية من العلوم بحيث توجده في مصطلحات مثلا هناك رسالة ذهبية لإمام الرضا عليه السلام في الثقافة والتغذية ومن مصطلحاتها من ضمن تدابير سياسة الجسم هي مثلا نصوص في الطب البديل لا يوجد نص في ذلك الوقت والطب البديل ولكن هي تنبيه واستثارة للعقول القادمة على إيجاد هذه المصطلحات وهذه العلوم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم يا إيجاد شكرا